موسيقى موسيقى وده كان عندنا معضلة في ان احنا نوجد توميل من الموازنة للدولة لان بيبقى فيه اولويات بالنسبة للمحافظات ذات الكسافة العادية الاكتر وكان حصتنا بيضغطيش احتياجات فكان فيه تجربة رأضة خارج الصندوق بدناها معالي اللي هو خالد فودة محافظة جنوب سيناء عشان ننفذ خطة الدولة المصرية اللي اعلنتها وزارة التربية والتعليم بناء توجهات في خامة الرئيس صعب فتاح السيسي ان احنا نوجد اتاحة لهذه المناطق المحرومة وفعلا بالجهور الذاتية قدرنا نبني 16 مدرسة داخل التجمعات البدوية وكان وصلنا التعليم في المناطق الوديان الكابلية الصغيرة الستة ابتدائي الكبيرة لتالت اعدادي ثم ظهرت عندنا مشكلة ان بالعداد والتقاليد ما بتسمحش للبنت ان هي تغادر التجمع الانتقال للمدينة عشان تكمل مراحل التعليم للسنو فده كان توجيه من معالي المحافظ ان احنا لازم نكمل ان احنا نوجد اتاحة للتعليم السنوي داخل المناطق والتعليم الانعداد في المناطق الصغيرة وده اللي حصل بالفعل وده استلزم ان احنا نشتغل على تحدي اخر وهو ان احنا نكمل المسلم التعليم الى هؤلاء وخاصة الفتيات اللي هم عندهم تحدي عدم الانتقال وفعلا كان زيارة من معالي الوزير المحافظ للدكتور طرق شاو ووزير التعليم اللي نسق معانا ان احنا ادعمنا في هذا الاتجاه ومعالي الوزير التفضل بدعم المحافظة بسبع فصول زكية سبقة التجهيز هذه الفصول مجهزة على اعلى مستوى بشاشة زكية ومكيفة وتم افتتاح تم تركيب سبع فصول في الاماكن اللي احنا عاوزين نعمل فيها اتاحة والحمد لله افتتاحنا منها الغدلات اربع فصول بالامس الخريب كان واحد منهم في رصدر وتلاتة في وادي منظر اللي هو كمل مرحلة تعليم سنوي يعني اصبح عندنا البنت بتطلع من الوادي ما تاخد حرقش منه بس بتطلع معها شهادة دبلوم فني تجاري او فني زراعة مدينة طابة من المدن اللي اوجدنا فيها اتاحة عندنا قرية مدرسة تعليم اساسي التالت اعدادي في قرية طابة الجديدة دي ضمن المساكن القرية وفي مدرسة في طويبة منطقة اسمها طويبة ودي مغطية حاليا الاحتياج الفعلي ولكن احنا عندنا دلقت الدراسة القدمة نحن نمجد في طابة تعليم سنوي اما قرية النقب اللي انضمت مؤخرا لجنوب سيناء فدي فيها مدرسة متعددة المراحل يعني فيها ابتدائي وعدادي وان شاء الله مخطط لها بأوامر مع المحافظ ان احنا نهج فيها نفس النهج اللي نهجناه مع القرى اللي كان موجودة عندنا ومخطط لها مع الابنية التعليمية وكمان قرية القناة يعني مخطط معها انها تبني مدرسة تجارية فيها واحنا هنرفع كفاءة المدرسة الحالية وهنعمل في منطقة تانية تبعد عن التجمع الحالي حوالي 15 كيلو مدرسة للناس اللي موجودين في المنطقة دي ان شاء الله احنا عندنا نوابغ في هذه الاماكن احنا دايما مع الوزير المحافظ بيزور معانا المدارس والاولاد دول متميزين الفطرة سليمة والذكاء فطري والتوجيه وخاصة بعد تطبيق الدولة المصرية للاسترداد المنهج الجديدة اللي بدأناها من اربع سنوات وصلنا فيها الرابع اعتداء دلاتي دي عملت تفرة جبيرة جدا الى الدول كانوا عندنا ارض خصبة وعندهم استعداد لانه اصلا ناشئ في بيئة بدوية بتربي الطفل على القيادة او الرجولة فجوانب المنهج التعليمي اللي جات تغطي بناء الشخصية ديا زهرت معهم كويس قوي وقدروا يحققوا ويرسموا اهدفهم المستقبلية يعني زياراتنا واحنا بنتناقش الاولاد دول كل واحد لقتي ايدن من خلال التدريب لان المنهج اصلا الدراسي بيربيه ان هو يوجد لهدف من كيش جوان فده كان واضح فيهم وعندنا ناس منهم تميزوا على فكرة عندنا ناس من الوديان التحقوا بالجامعة الالمانية عندنا تلات منح خدوهم ناس خارجة من الوديان للجامعة الالمانية ومنحة للجامعة الامريكية وناس منهم درسوا طب وناس منهم درسوا هنبس معنا الوزير المحافظ يعني من الداعمين جدا للتعليم ومن احد الملفات اللي ما بتغيبش عنه ابدا سواء في الناحة التعليمية وناحية الانشطة وباعتبرها الجزء الاساسي في بناء الشخصية لانه هي المنفس الطبيعي للطفل اللي بيخرج فيها القدرات واللي بيقدر نكتشف منها المواهب اللي هو ايضا بتبناهم وبيكافئهم وده دايما بيعمل معنا أو بيكافئ معنا في كل نهاية فصل دراسي بناء الرجال الانشطة بيكافئ فيه المتميزين وبيكافئ ايضا المتفوقين دراسية